إذن نتحدث الآن عن مهمة تدريس الأهل للأطفال هي ليست مهمة سهلة للأب أو حتى للأم وبيعاني بعض الأهل أيضا من آلية التدريس والساعات الطويلة اللي ممكن كمان ترهق الأهل وترهق الأطفال اليوم بهذه المحطة رح نحكي عن طرق ونصائح لكيفية تدريس الأطفال برفقة الأستاذ عمار الزعتري هو مدير مركز حساب الذكاء العقلي في مدينة رمالله الله صبحك بألف خير صبحك بالخير جميع السادة المشاهدين كيف أصبحت؟ الحمد لله بخير يعني هذه مهمة صعبة للأهل عادة ومرات ممكن يتقاسموا الأدوار وهذا بيكون شيء إيجابي ولكن بداية خلينا نحكي قديش مهم أنه الأهل يخصصوا وقت لتدريس أبنائهم طبعا هو بصراحة بداية المناهج صراحة طبيعة ماهج الموضوع حاليا طبعا فيه علىها كثير خلينا نقول بحاجة كثير تربويين بحكي أنه بدها عادة يعني مراجعة فيها ضغط خلينا نقول زائد أو ضغط كبير على الأطفال لذلك صار واجب كبير على الأهالي أن يساعدوهم لو أنه المناهج أقل شوية أو كان ممكن أن يكون أقل ولكن أصطن مطلوب من الأهالي يتواصلوا مع أبنائهم بتدريس والدراسة حتى ظل التفاعل موجود أصطن بينهم المناهج حالي الموجودة تفرض على الأهل أن يدرس لأنه حجم المناهج كبير فيه مفاهيم عالية حتى الطفل لحاله كبداية نبدأ طبعا نبدأ من الروضة الروضة بالأصل أنه دراسة خفيفة الأهل دورهم أنه شجعوا ويوجهوا بشكل رئيسي الدراسة حقية بدأ من الصف الأول وهون مطلوب من الأهل طبعا بدأ يساعدوا الابن في التدريس والدراسة حتى يبنوا فيه الاعتمادية حتى لما يصل الأقدام صف رابع وخامس سالس بدأت تقل الاعتمادية على الأهل تدرجين ولكن لسه الطفل الصف أول لسه المدرسة الجديدة خلينا نعلى قلال شواب هل أنت بتقول أن الأهل يدرسوا أبنائهم بناء على أن المادة تحتاج لوجود الأهل ولا لأنه دائما الأهل ل unrestyyd يجب أن يكونوا شركاء في البداية في المرحلة الأولى هو بشكل طبيعي الأهل لهم يكونوا شركاء في كل شيء في التدريس والأكل والترتيب في كل شيء حتى يبنوا دور الأهل تربياء هي توجيه الأبناء وبناء قيم عندهم وبناء قيم علمية وبناء قيم حياتية ومجتمعية فالأهل لجب أن يكونوا موجودين دائما مع الأطفالهم ولكن أنا كثير أخبっちゃiga الأهل لا بدور أوامر أو مرشد مستمر لا مرشد مساعد حتى الولد ينبنى في هذه المهارات والمناهج اليوم كمان تفرض علينا نعطي وقت أكتر يعني المفوض مثلا الدراسة يأخذ ساعة لساعتين اليوم تفرض المناهج على الأهل نقعد مع أبناء خاصة كان عدد نتكي عن ثلاث أربعة أو خمس أبناء صار مطلوب من الأم هي المسؤولية الرئيسية حاليا على الأم مفوض الوالد يساعد ولكن صار يتطلب منها تقعد أكثر من أربعة أو خمس ساعات تدرس الأبناء طب وهنا نسأل عن موضوع التدريس هل يفكر بس الإمرة يتدرس الأبناء والأب كمان هي مفوض تكون بالتساوي بشكل أساسي هل الأدوات والطرق اللي ممكن يتبعوها هي ذات الطرق والأدوات اللي تتبعوها في المدرسة ولا الأهل لازم يفكروا بطرق مختلفة وأدوات مختلفة للتدريس هي بصراحة الأدوات لازم تكون متنوعة في المدرسة وفي البيت وهذا إحنا مطالب حتى المدارس نفسها تنوح في أساليب التدريس والأهالي برضو يكون عندهم خبرة في أساليب التدريس ممكن تكون قريبة أو مختلفة ولكن مهم هون شو أدوات أدوات تعتمد على نفسي وعقلية الطالب الموجود واللي هذا ممكن نحكي فيه شوي أنه أنا لازم أفهم ابني كيف يعني كيف بفكر كيف باستقبل المعلومات وهذه للأسف كتير غايبة عن الأهالي وحتى أحيانا المعلمين كيف يعني نعم هلأ أنا بدي أحكي إحنا ممكن في لقاء سارف تذكري حكينا عن أنواع الذكاءات هلأ فيه قضيتين مهمات لازم الأهالي يعرفوها وحتى المدرسين بسمعونا هلأ فيه في العقل طريقة لاستقبال المعلومات بناء على الحواس إحنا حواسنا الرئيسية سامع بصر وإحساس هلأ وجدوا اليوم حدرات حديث أن المعلومات تتخزن في الدماغ بناء على هاي الحواس هلأ فيه أشخاص بيكون تركيزه بصري يعني بركز إحاسة البصر أكتر هذا الشخص طريقة دراسته بصرية يعني لازم يكون في صور لازم أي شيء بده يحفظه أو يفهمه لازم يشوفه على شكل صورة ما بيقدر يستوعبه بطريقة نظرية الشخص اللي طريقة دراسته أو شخصيته سمعية وهذا بركز أكتر على التفاصيل مش على الصور على التفاصيل وعالكلام الشخص الحسي وهذا التصنيف يعني أنا في دورات تلين البشرية بنصنف الأشخاص تلت أنواع بصري سمعي حسي الشخص الحسي أو الطفل الحسي جزء كبير من دراسته تكون فيها راحة نفسية وفيها مشاعر وفيها حنية حتى يستقبل المعلومة وهنا كثير المدرسين لما يسمعوا على المعلومة يقولوا فيه طلاب ما بقبل يفهم الدرس إلى المدرسة أو أمه تقرب عليه وتحط إيدها عليه تشعره بنوع من حينه هذا طبيعته حسي أو مسميحنا عاطفي هذا هذي أول طريقة في استقبال المعلومات بصري أو سمعي حسي إذا عرفت أنا ابني بصري معت لازم أعمله صور أخلي يرسم الدرس السمعي يجب أن يكرره يسمعه يسجل صوته جميل هذا الشيء جميل كيف أنت قسمتهم وكيف كمان أنه أكيد كل شخص يعتمد عليه هل بعمر صغير ونحكي عن صف أول نستطيع أن نقيس هذه المعلومات الميزة إذا الطفل راح يميل للسمع كيف ممكن تساعد الأهل هلا تحكي لنا كيف طرق ممكن تساعد الأهل لأنهم يعرفوا أطفال ويفهموا أطفال طبعا نحن قلت لك في قضية ذكاءات حتى أنه في عنا ثمن أنواع ذكاءات منها بصري وسمعي وموسيقي وحركي يدخل في الأساس لطريق التفكير العقل الآن الشخص البصري يحسون أن الشخص البصري يكون لديه ميل للرسم يحب أن يرى الصور ويحب أن يرى صورة الدرس وإذا كررته كثيرا لا يحفظ بعض الأهل يقولون أنه لا يريد أن يحفظ هذا يكون الشخص البصري هذا البصري يجب أن يحفظ الدرس تحويله إلى الصورة طبعا لا يمكن أن يرسمه أو يفهمني يمكنني أن أدوره على نت عوسيلة هناك درس معين مجرد في الكتاب لا يوجد صور هناك درس تطوير صور بعض المفاهيم لا يمكن أن يفهمها أنا أحاول أن يحويله إلى الصورة يتخيلها أرسمه إليها أو يجب أن يرسمها على النت طلع صورة أو فيلم يشرح له مثلا درس معين إذا هو تربية وطنية أو تاريخ مجرد أن يستطيع أن يحفظ صور للدرس يحفظه بشكل سريع لأنه لا يستطيع أن يحفظ المعلومة إلا عن طريق صورة أو طريق إميج أو يفهمها دعنا نتعامل مع كلمة يفهمها نحفظ هذه نحن ننساها صحيح الفهم والحفظ عن طريق الصورة الآن السمعي عادة أن هذا الطفل يكون أصلاً يحب الحكي كثيرا نحن نسميه بلغتنا برام أو يحب هذا الشخص يحب الصوار يحب يشوفه يحب يسمع يحب أمه تشرح له كثيرا يحب أيضاً يسمع الأمور عن طريق مسجل يحب يسمعها عن طريق أي وسيلة عن التلفزيون يحفظ اللي يصير في التلفزيون كثيرا هذا الشخص معناته أو الطفل ميوله سمعية وهذا يحتاج تكرار أكثر للحفظ بدي أصلك هنا هذه طريقة جميلة وتلامس احتياجات الطفل لنفسه ولكن ستصبح مفارقة أو مقارنة ما بين كيف الطالب يروح على الصف يعني ممكن الطفل يحب يدرس مع أمه أو مع والده وكثير أكثر يروح يدرس في الصف وكيف هون نقدر نفصل أو كيف نقدر نعمل العملية متسلسلة وكما يعني متصلة لأنه ليس يصفي الولد عام أو البناء تنفر من أسلوب المدرسة أو العكس يعني مرات ممكن أن يكون صحيح أنا عشانك بصراحة كتير بتوجه المدارس بعطي محاضرات أنه هاي صورة بوصلها المدرسين الأصل هو كتدريس المدرس يكون بصراحة متوقع يعني بيعطؤهم بحاولوه الأصل أن المدرس يكون عنده هذا الوعي أصلا لهذه الموضوع يعني أصل يكون تكامل ما بين المدرس والبيت هلا هون على فرض حتى لو يعني كان ويعطيهم ألف عافية ونقول يعني هم جنود مجهولين للمعلمين أكيد ولكن بقصد أنه سيكون في فرق واضح أكيد بين أستاذ يعلم ثلاثين طفل وبعدين الطفل ممكن يأخذ مرة واحدة مع أهله فبيحس بالفرق هذا سؤالي هذا شيء طبيعي أو ممكن يعمل فرق أو مشكلية عند الطفل يعني وطلع في النهاية هلا هون دور الأهل حتى تواصلوا مرات مع المدرس نفسه يعني مثلا هلا مرات فيه أبناء بيكون وضعهم في الدراسة الخاصة غير عن الثلاثين طالب يعني هي اكتشفت أنه ابني أنا حسي ابني بصري فهو عماله ما بيستوعب في الصف كثير هلا ممكن أنا أتواصل كأهل أتواصل مع المدرس أنا ابني بناء على مثلا طلاع اكتشفت أنه شخصيته هيك فبتمنى أنه مثلا تزيد معه الوسائل البصرية إذا بنقدر هلا هون بده يصير تواصل أكتر ولكن في النهاية هو الطالب يروح المدرسة حتى يفهم الأساسيات يفهم الأستاذ هلا إحنا في الأساس قلنا أصلا دور الأهل مكمل يعني لما يروح البيت إذا كان مش فاهم والدته بده تفهمه يعني ما كان عنده فرصة يفهم بشكل كامل أو بده يحفظ الدرس اللي عليه فيه امتحان أو اختبار يعني يركزه ويركز المعلومات في ذلك فهو عمليا دور الأهل تكميلي هو أكيد يفهم في الصف بده تكمل عنده الأم حتى تكمل المعلومات هلا حسينا أنه فيه صار تناقض لأصل أن الأم تتواصل مع المدرس لولادها تفهموا صورة ابنها لأنه اليوم لولاد عالم يعني أكيد صاح للأستاطين مش هيلحي على ثلاثين طالب يعني الأسرة أنا اللي ما أحكي معك لأن الأم عنده خمسة تتغلب فأكيد هلا هون دور الأهل منو يتواصلوا مع المدرسين ومنو أنا ابني مثلا عنده معين أو لقيت طريقة خاصة تدريس وياريت تحطها لأنه أكيد رح يكون طلاب زيه يعني في النهاية الثلاثين طالب أكيد رح يكون في عشرة مصريين عشرة سمين نحكي عن تفاصيل مختلفة في إطار يعني في نفس الإطار ونحكي عن قديش بتفكر أنه ممكن يكون مناسب يكون عدد ساعات اللي بدرس فيها الطالب مع أهله وهل لازم نقسمهم أنه مثلا دايما ننصح الطفل أنه يدرس لحاله شوية بعدين يدرس مع أهله ولا نبدأ معه إحنا كمان ندرسه كل المراحل إيش بتنصح عن تقسيم الوقت يعني هالش قضية الوقت قضية مهمة كتير طبعا كل عمر له طريقة معينة ولكن هلا الولاد بشكل عام بميلوا للمل من الدراسي لأنه الولاد خاصة لصغار يعني بميل اللعب هلا هون أنا عشانك دائما بحكي لأهل لازم أنتوا باتفاق مع بالحوار مع الولاد نسوي برنامج للدراسي يعني طبيعي بعد ما روح مدرسة فيه أنه الغداء والاستراحة وكل هؤلاء ممكن يلعب له شوية حتى يغير جو هلا هون أنا الأصل الأهل يتفقوا مع أهله مع برنامج دراسي طبعا إذا كان الولاد صغير صف أول ثاني بقداش يدرس أكتر من نص ساعة متواصلة فندفع نص ساعة دراسي ونص ساعة مثلا لعب أو نص ساعة تلفزيون أو نص ساعة حسنا بعدين كمان نص ساعة ونرجع الولاد لك أكبر لا بزيد لك الفترة يعني العاشر تاسع بيدرس خمسة وعبعين دقيقة ساعة وبعدين التوجيه ممكن يدرس ساعة ساعة ونص الأصل أنه يصير توزيع للوقت ما بين الدراسة واللعب هلا هون أحيانا الأهل بقعوا في إشكالية أنه يفرضوا الأوقات على أولادهم فرد فالولد بصير يكره الدراسة أو يجبر يخلص دراسته ساعتين وبعدين يذهب للعب هذا الحكي لا يتوافق مع الأطفال الطفل يعني يدوب صبر نص ساعة أربعين دقيقة فالأصل فيه نوع توزيع يعني تعالوا نتفق مع بعض الأصل يكون اتفاق تعالوا يلا ساعة دراسة أو نص ساعة مقابلها يجب أن تلعب على تلفزيون والألعاب خارجية طبعا أنا أشجع أن يكون لها وقت بس ليس طويل أنا أشجع كثير الألعاب الحركية اليوم لأن هذا يتنمي الذكاء ويجب أن كل شيء يكون إلكتروني يؤثر عليهم تفكر أنه ممكن يكون تقسيم للوقت توزيع للوقت يكون أفضل شيء أو أنه تقسيمه حسب الاتفاق حسب النهاية يجب أن يكون هناك توزيع ما بين الدراسة والترفيه واللعب حتى الولد يستوعب مع العلومات حتى ما يمله يكره الدراسة هل هناك قاعدة لأفضل وقت يعني نشوف مثلا في أهل اللي بصفينه في آخر الليل للأطفال عم بيدرسوا وبحضروا برنامجهم الصبح بكير أو أنه يرجع من المدرسة لازم يرتاحوا فترة بعدين يدرسوا هل هناك طبعا أوقات ذروة من نشاط الجسماني عادة بتكون العصر يعني عادة الصبح للظهر فتت نشاط فتت ما بعد الظهر فيه نوع من الخمول حتى صحيا بيقولوا هرمونات بتخف بعد العصر فتت نشاط للمغرب بعدين العيشة والطلاب أصلا لازم ناموا بدري فهو المفوض بعد المدرسة يرتاح شوية مع غداء مستدهي أصلا فترة خمول بعدين خلال نقول نبدأ من الساعة ثلاثة ونصلف لسه السبعة هي ذروة النشاط هو المفوض يكون مركز برنامج الدراسي بس مش برضه على طول منوع لحد سبعة تمانية هلا بعدين مفوض إما ينام الطفل أو إذا فيه إشي بدوا يمارسه ومعين مع العيلة هذا ممتاز ما يتعلق بنقطة توزيع الوقت سألتك عن كمان سوال الاعتمادية كيف نعودهم؟ إنه يدرسوا لحالهم وبعدين نتجع معهم أو كيف؟ نعم هلا الأصل الولد في النهاية يتعود الاعتمادية على نفسه ما يعتمد على الأهل وهذه مهارة حياتية في الدراسة وفي خير الدراسة هلا المفوض أبدأ أنا من الروضة ومن الأول أتعاون مع ابني لأنه لسه هو بيكون هذه المهارة ببلش أدرسه ممكن كنت بالبداية بشكل كامل بس بعدين وأنا بدرسه لازم أفهم أنه أنت إقرأ لحالك إفهم لحالك يعني 90% على الأهل و10% على الطفل بعدين بلش تنزل إلى 20% قابل 80% في الصف الثاني بدأت تنزل إلى 50% طبعا حسب قدرات الطفل المفوض يصبح الرابع خامس يولد 90% على نفسه و10% على الأهل بعدين بصير دور الأهل بس توجيهه ممتاز إنه هذا فيه خط حد فاصل ما بين أن الطفل كمان يتعود على أنه يعتمد على أهله بشكل كامل أو حتى يدرس بشكل منفرد فهي مهم ينتبه عليها الأهل بشكل كامل دروري جدا لأنه بصير يعانه بعد فتا إذا ما عودوا يعتمد على نفسه يمكن كثير مننا بسمعوه أو الأهل حتى يميلوا إلىه يعني فيه محفزات عادة بتكون ولكن مرات الحفزات تكون سلبية على سبيل المثال إنه إدرس منيح لأن أرى أخوك قدر جاب أو إسمع ابن فلان قدر جاب فإنه أنت لازم تدرس منيح هاي الأنواع التحفيزين كيف تكون تأثيرا؟ المحفزات ممتازة جدا بس ما تكونش مقارنة أسوأ شيء تلجأ إلى الأهل أو أحيان المدرسين يقارنوا بشيء يمكن أن يكون هذا شاطر بشيء لكن أكاديميا أضعف من غيره إذا أنا بقارنة طفل ثاني معناته بصراحة قتلت مواهب أخرى فلازم أبعد عنه هذا التحفيز مهم جدا مادي ومعنوي هناك قضية ثانية اليوم هي قضية كيف تأجبره مرات؟ العقاب اليوم هو أفضل طريقة لحرمان مش العصبية والضرب أفضل طريقة للولد أحفزه ما تجاوب معه بالتحفيز ألجأ للحرمان حرمان من الإشي اللي هو بستمتع فيه أحرمهم من التلفزيون أحرمهم من الإيفون طبعا بالتفاهم أنه أنت ما التزمت بساعة الدراسة اتفقنا عليها إما إذا التزمت ببرنامجك في لك محفزات مادية معنوية أخذك مع مشوار ما التزمت فيه حرمان ساعة التلفزيون رح تروح ساعة الكمبيوتر رح تروح هذا الحكي بخلي الولد يمشي صحيح ويتوجه صحيح أسوأ إش نلجأ إليه المقارنة واللوم والمرات أنه مرات الولد بيكون مش قادر يدرس زي أخوه أو أخته فإن أنت تلومه عشان وهم مش قادر أنت عمليا بلاشت تطمس بشخصيته وتضع إثقته بنفسه ممتاز، لأثرك عن المكان مهم أن يكون فيه مكان مريح مهم يعني مرات من بيكون الناس بصير يعني العيلة يقولها بتتكهرب بصير الأطفال بأنهم يدرسوا إنه زينا نقعدين على التلفزيون في نصف التلفزيون بنوعد كلياتنا بصفي أنه فيه توتر يعني أساساً فهل المكان بلعب دوري مهم أن نعطي مساحة أنه فيه مكان خاص لا يدرس فيه يصل دائماً في البيت حتى يتوزع الأوقات أنه مكان الدراسة مثلاً الغرفة أو مكان فيه مكتبة أو أساعة في البيت الأصل أوقات دراسة تكون معروفة أوقات الاستراحة هذا هو أوقات الأكل لماذا حتى الوقت تعلم النظام؟ ليس لن يدرس في المطبخ لأنه هذا مكان الأكل الاستراحة لأصل كون فيه تنظيم يعني كل مكان ولكن فيه شغل الولد بمن المرات من نفس المكان مش غلط أني أغير له المكان بس ما يكون هو الأساس يعني شفت ابني مل ساعتين في الغرفة أو ساعة ونصف أخليه بمكان ثاني بس ما يتطول بس الأساس أنه فيه غرفة دراسة إما غرفة دراسة أو غرفته حتى يصير فيه نوع من النظام عنده الأطفال أنا بدي أشكرك لكل هذه النصائح بتخيل أنها كانت مفيدة أنها كمان تفصيلية وأتمنى تكون كمان كساعدة الأهل لأنه كثير من الأهل بيعتبروا أنه هي فعلاً أشكالية بواجهوها وما يعرفوا كيف كمان يتعاملوا معها شكراً لك أتمنى أكيد كمان نشوفك محطات قادمة عن موضوع مفصلة في ذات أفصلة شكراً لك ونهارك فعيد شكراً لجم يساعد مشاهدين شكراً نحن نتقل إلى فاصل ونستكمل محطاتنا في أخبار منوعة بفقرة نت نيوز كونوا معنا